نفت العمليات والمشتركة الانباء التي تحدثت عن سيطرة تنظيم داعش على بعض القرى جنوبية محافظة كاركوك وقال مركز الاعلام الامني في بيان ان وكالات ينباين تحدثت عن سقوط عدد من القرى جنوب كاركوك بيد تنظيم داعش مؤكدا ان هذا الخبر عار عن الصحة واضف البيان ان ما حصل هو قيام بعض المجهولين بتوجيه نداءات وتكبيرات مستغلين ظلمة الليل في طريقة مفضوحة وقد هربوا بعد ان طاردتهم القوات الامنية المسيطرة على هذه المناطق هذا ودع المركز وسائل الاعلام وبعض الاحزام بضرورة توخي دقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية وعدم استغلال قرب الانتخابات لتحقيق مكاسب سياسية